نشاهد في هذه الصور من مدينة هيروشيما رئيس الأوكراني فلودامير زيلانسكي وهو يقف بصحبة المسؤولين اليابانيين في إطار طبعا هذا النصب التسكاري الخاص بضحايا الحرب العالمية الأولى والضحايا الحرب العالمية الثانية عفوا وإلقاء القنبلة طبعا على هذه المدينة في ما يعرف بقنبلة هيروشيما التي راح ضحية هذه الصور تعكس موقف الرئيس الأوكراني فلودامير زيلانسكي وطبعا هو الآن يشارك في هذه المراسم إلى جانب المسؤولين اليابانيين في مدينة هيروشيما